مساء الخير مشاهدين مجموعة من الأخبار الاقتصادية وأبرز ما جاء فيها المهندس عرنوس خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار يؤكد على أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافية الوطنية التجهيز والاستعداد لعملية استلام وشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الحالي بما يضمن نجاحها أهلا بكم أجر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة المهندس حسين عرنوس تتبعا لإجازات الاستثمار الممنوحة والسير الإجرائي لطلبات المستثمرين الراغبين بالحصول على إجازة استثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 وكذلك المشروعات التي بدأت التنفيذ والاستفادة من مزايا وحوافز القانون وأكد المهندس عرنوس أهمية توزع المشروعات الاستثمارية على كامل الجغرافية الوطنية وتنوعها لتشمل مختلف المجالات وبما يرعي الإمكانيات المتوافرة في كل محافظة ويحقق التنمية المستدامة والمتوازن اقتصاديا واجتماعيا وتركزت المداخلات على ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد الطاقة الريحية وإلى الاهتمام لمشروعات التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية وتصنيع المنتجات الحيوانية والإسراء بإعداد الخريطة الاستثمارية في كل القطاعات واستخدام الطاقات المتجددة في تشغيل المشروعات التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس مع عبد الحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو وتناول اللقاء سبولات عزيز التعاون بين الحكومة السورية ومنظمة الفاو لبناء شراكة أكثر فعالية تحقق الأثر الإيجابي على القطاع الزراعي وتسهم في إعادة عجلة الإنتاج الزراعي المهندس عرنوس أشار إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي والفلاحين ومربيء الثروة الحيوانية جراء الإرهاب الذي تعرضت له سوريا والجهود الحكومية المبذولة لإعادة النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي واستمرار الدعم له من جهته أوضح الواعر أهمية تحديد البرامج والأولويات التي تلبي احتياجات الزراعة مع الاستعداد للعمل على تأمين الموارد المطلوبة بالتعاون ما بين الفاو والحكومة السورية وفي وقت آخر اطلع المهندس محمد حسن قطنة وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على واقع المشاريع الزراعية التي تنفذها منظمة الفاو بالتعاون مع الوزارة في ريف حمص الشمالي وانعكاسها في تحسين الواقع الزراعي بهدف الاطلاع على المشاريع التي تم تنفيذها بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية وزراعة الفاو استقبلت محافظة حمص وزير الزراعة والمدير العام المساعد لمنظمة الفاو وممثلي المنظمة حيث تمت زيارة موقع مشروع نبتة لريادة الأعمال في الرستن وموقع تأهيل شبكة الري حمص حما ويوم حقلي في تلبيسة لتقييم المشاريع المنفذة مع المنظمة الهدف من الجولة هو تقييم المشاريع القائمة ومعرفة ما هي المشاريع الجديدة التي يمكن استهدافها في هذه المنطقة معروف أن المشاريع التي نفذت في منطقة حمص وحمار كان لها قيمة مضافة كبيرة جداً عن أخو الفلاحين استمعنا لعدة مقترحات جيدة من الأخو الفلاحين سيتم العمل مستقبلاً إن كان من قبل المحافظة أو من قبل مزارة الزراعة أو إن كان من قبل الفاو لحتى نطور هالمنح هاي نحن اليوم نزور في تزيارة الحقلية معمل لإنتاج الشتول وكثير البدار لمختلف المنتجات الزراعية مقترحات وطلبات عدة قدمت من الفلاحين سيتم العمل على حلها لتطوير المنح المقدمة سواء الخاصة بالملف النباتي أو الحيواني مقدمة الفاو وسناد أعطتني منحة بقيمة 6 مليون دعم لمشاريع العقاقير الطبية والعطرية نستفيد منها بخدمات الطبية وتربية النحل وتخذ الاقتصاد بتفيد كافة النقاط مشروعي كان تشفيف فواكي بطريقة مختلفة بسناديق خشبية يعني فكرة متطورة وما نبحاجة كهرباء أبدا سناديق خشبية بتنمرر فيها هوا وبتتعرض لأشعة الشمس بتأخذ نص العمر اللي بنحتاجه بطرقة تقليدية التانية مشروع هو عبارة عن مشروع تربية دودة السماد نوعي الريدوغلر انتايقر هذا النوع من الدود بنتج سماد عالي جودة سفيد من المزارع مشاريع عدة نفذت وساعدت الفلاحين بزيادة انتاجهم وتطويرها لمراحل قادمة المشروع هو تشويل فواكي ضمن مجفف الكهربائي التمويل كان عن طابل منظمة الفاو هن الموالي المشروع طبعا خضعنا لتورات تدريبية بواسط فريق سناد كان عنا بمنطقة الرستان المشروع كان على فترات متتالية اختاروا مشاريع ضمن عدة مشاريع مساحة ارضي عشر دلمات فلحت بالكلفاتور والدسك بدرت ورشت لها فوسفات عشرين كيلو وبعدين يوريا عمر حلتين يعني بدرناها عشر عشر حسيت ان فيها ورقة عريضة يعني بخيناها لتر من السموم يعني نحن استفدنا بمشروع الفاون بالانفاق وبالمشروع التاني اللي هو الكومبوست مشاريع الرئي الحديث وتأمين المستلزمات الزراعية هو الهدف التي تعمل عليه وزارة الزراعة في الفترة القادمة لتحسين وتطوير واقع الانتاج الزراعي والحيواني كند الخضر لقناة سما الفضائية حمص في سياق المنفصل أنجزت المؤسسة السورية للحبوب والمؤسسة العامة للأعلاف والجهات المعنية الأخرى كل الاستعدادات لضمان نجاح عملية استلام وشراء محصولي القمح والشعير من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي هذا وستبدأ عملية الاستلام في الأول من حزيران عبر تجهيز 46 مركز استلام قابل للزيادة حسب الضرورة كما تم تحضير أماكن تخزين بطاقة تبلغ مليونا ونصف المليون طن مع الإشارة إلى حرص المؤسسة على استلام كامل إنتاج الفلاحين من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة من جهة ثانية المؤسسة العامة للأعلاف أبدأت حرصها على استلام كامل الكميات المنتجة من الشعير عبر المراكز البالغ عددها 60 مركزا في كل المحافظات وفي السياق المنفصل الآخر أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس حارث مخلوف أنه تم وضع حلول وخطة بديلة لانخفاض إنتاج كميات القطن وندرة المادة خاصة بعد التوقف الطارئ لشركة غزل جبلة منها عرض الطاقات الإنتاجية الفائدة لشركات الغزل وتشغيل عدد من الشركات لصالح الغير هذا وأوضح مخلوف أن وزارة الصناعة والمؤسسة قامت بوضع خطة بديلة احترازية لإدارة أزمة شح الأقطان في حال حصولها وحافظت على مخزون استراتيجي من الغزول والأقطان أخذينا بعين الاعتبار العقود الدورية مع الجهات العامة وبين مخلوف أن السيناريو عدم توفر الغزول لباقي الشركات المختلفة غير مطروحة لافتاً إلى أن شركات النسيج مستقرة حتى نهاية العام وتوقف العمل في شركة غزل جبلة لن يستمر وستقلع قريباً وفي أخبارنا العالمية فرضت روسيا عقوبات على حوالي 31 شركة لطاقة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسينغافورا رداً على العقوبات الغربية عليها وتضم قائمة العقوبات الروسية شركات ينتمي معظمها إلى مجموعة جازبروم ألمانيا التابعة لعملاق الطاقة الروسي جازبروم هذا وكانت ألمانيا قد أعلنت في نيسان أبريل سيطرتها على الفرع الألماني من جازبروم في حين طالت العقوبات أيضاً شركة يوروبول جاز البولندية المالكة للقسم البولندية من خط أنابيب الغاز يامال أوروبا أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن تضخم في البلاد مرتفع بشكل غير مقبول وخفضه يمثل أولويته الاقتصادية القصوى وقال بايدن أن مجلس الاحتياطي الفترالي يتحمل المسؤولية الأساسية عن مكافحة التضخم مما يضع عبء أكبر مشكلة سياسية تواجه حزبه على كاهل البنك المركزي بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء استمرار ارتفاع الأسعار بنسبة 0.3% في نيسان أبريل على أساس شهرية و8.3% على أساس سنوي متجاوزة التوقعات أخبار الاقتصاد انتهت شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى هنا شكرا الله يعطيك العافية يلجأ أغلب مزارعي محافظة الرقة لحفر آبار سطحية كونها مصدر المياه الوحيد خاصة مع وقوع أغلب مصادر مياه الري خارج سيطرة الدولة السورية يعتمد المزارعون على طرق بدائية تعتمد على آلات بسيطة سهلة الاستعمال يعيش ريف الرقة بين مطرقة شح المياه وسندان صعوبة حفر الآبار شح المياه في المحافظة أجبر المزارعين اللجوء إلى الحفر اليدوي للآبار طرق بدائية يتم اللجوء إليها تعتمد على آلات بسيطة سهلة الاستعمال ما تجينا وإينا قمنا نضطر نحفر بير وبيرين وثلاث حفرنا أول بير فوق طبعا زراعتنا الأساسية هي الحنطة وإحنا من غير زراعة ما قدر نعيش بدنا نكافح نزل عشرين ثلاثين متر ونحفر مرة ومرتين وثلاث وأربعة بدنا نعيش من غير مياه نحن ما نعيش لأن الزراعة الشريان الحياة هي والمياه الحفر يكون على مدار الساعة والحظ حليف من تتدفق المياه عند الحفر الأول له سيما أن حفر بير واحد يستغرق قرابة الشهر فيما يبدأ آخرون حزنهم وغضبهم من عدم قدرتهم الوصول إلى متغاهم نحن ورشة حفر الأبيار نشتغل أربع عمال عليها ونحفر باتراب عندما يطلع المي ويطلع البحس واثنين يدقون السطل بدلوا وواحد يعر وواحد يفضل هنا حفرت أبيار دعنا نشتغل بريف الرقة نطلع أبيار مي مشان الأرض والزراعية ودواتنا محلية أدية الصنع دعنا نشتغل بي نشتغل من السوق عندما يطلع المي 10-15 متر بعد الحفر اليدوي للآبار من الظواهر التي تشغل أهالي الريف والبلدات الصغيرة كونها تؤمن احتياجاتهم الأساسية من المياه للاستمرار في زراعة أراضيهم وريها